مشاهدين السلام عليكم إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة نتوقع أن تكون درجات حرارة أقل من المعدل وأيضا بشكل عام راح يكون الطقس ربيعي لطيف أثناء النهار لكن الطقس بارد نسبي أثناء الليل مشاهدين فاصل ونواصل النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك معه المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري مشاهدين أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية نلاحظ التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ اللون الأصفر سيغزو المملكة اللون الأصفر يمثل درجات الحرارة الأقل واللون الأحمر يمثل درجات الحرارة الأعلى وبالتالي يسيطر اللون الأصفر على المملكة تدريجيا وهذا يمثل أن درجات الحرارة ستكون خلال الأيام أو الثلاثة أيام القادمة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة أما الحالة الجوية المتوقعة هذه الليلة هذه الليلة أجواء لطيفة ولكنها تميل إلى البرود بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر تصبح الأجواء باردة نسبياً وبالتالي درجة الحرارة الصغرى المتوقعة 14 درجة مئوية الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يومي الأربعاء والخميس أجواء لطيفة أثناء النهار ربيعية لطيفة مشمسة يتخلى لها ظهور بعض السحب الحرارة العظمى المتوقعة 22 درجة مئوية أقل من المعدل ما بين 2 إلى 3 درجات مئوية لكن الأجواء أثناء الليل باردة نسبياً والحرارة الصغرى المتوقعة 12 درجة مئوية أيضاً الخميس تبقى درجات الحرارة العظمى أقل من المعدل وتسجل العظمى بحدود 22 درجة مئوية أقل من المعدل ما بين 2 إلى 3 درجة مئوية أجواء ربيعية لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرود ليلاً حيث أثناء الليل تميل الأجواء إلى البرود خاصة بعد منتصف الليل وفي ساعات الصباح الباكر تصبح الأجواء باردة نسبياً والحرارة الصغرى المتوقعة 14 درجة مئوية لكن يوم الجمعة يوم الجمعة هناك ارتفاع واضح على درجات الحرارة لتصبح درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 3 إلى 4 درجات مئوية لكن بشكل عام يوم الجمعة أجواء ربيعية مشمسة معتدلة العظمى المتوقعة 27 درجة مئوية لكن أثناء الليل أجواء لطيفة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المدن المختلفة من المملكة المناطق الشمالية أجواء لطيفة في النهار تميل إلى البرود ليلا إربت 24-14 عجلون 23-11 جرش 25-13 المفرق 24 إلى 12 درجة مئوية المنطقة الوسطى البلقاء 23-12 مأدبة 23-11 عمان 22-12 البحر الميت 32 معتدلة إلى لطيفة نهارا معتدلة نهارا عفوا لطيفة ليلا العظمى المتوقعة 32 والصغرى 21 الزرقاء 25 إلى 14 درجة مئوية المناطق الجنوبية أيضا أجواء لطيفة نهارا تميل إلى البرود ليلا الكرك 23-12 الطفيلة 23-12 الشراح 21-9 وامعان 25-12 لكن العقبة أجواء معتدلة إلى حارة نسبيا نهارا لكنها لطيفة إلى معتدلة ليلا العظمى المتوقعة 34 والصغرى 21 درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء معتدلة بالنهار لكنها تميل إلى البرود ليلا الأزرق 28-13 الصفاوي 27-12 الرويشد 28 إلى 13 درجة مئوية شكرا لإصغائكم أعزائي المشاهدين وتحية لكم وإلى اللقاء النشر الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن كريم هايبر ماركت المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري اشتركوا في القناة